موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله بدأت المراحل الإجرائية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة مع فتح باب تسجيل الناخبين لغير المكيدين سابقا في السجيل الانتخابي وهي الخطوة التي تشكل بداية الإجراءات الفعلية التي تسبق المراحل اللاحقة للانتخابات في هذه الأثناء يلفت المهتمون انتباه المرأة العمانية كي تكثف العمل للدفع بحضور أكثر حظا من الفترات السابقة وبشكل ممنهج وأداء فعال يترجم مكانتها العالية في المجتمع ويعكس مستوياتها التعليمية والثقافية ويجسد قدراتها المؤهلة بامتياز في الدفع بمشاركة أفضل بكثير في انتخابات الفترة المقبلة ترشحا وتمثيلا قياسا بواقعها الحالي في مجلس الشورى وهو مقعد واحد فقط بين 84 و 80 ويقولون إن هذه القناعات أنا لها أن تضاعفها المرأة وتتيح لنفسها دفعا اجتماعيا أقوى من قبل الناخبين فلوحتها الإرشادية لطوابر الناخبين عليها أن تبدأ برسمها من الآن كي تكتمل الصورة التي تتحصل بها على الأصوات التي تقدمها للفترة التاسعة بعدد من المقاعد التي تكنعها هي أولا وتكنع مسيرة تسع فترات صحيح أن هناك محاولات طيبة للمرأة كمرشحات في الفترات السابقة وأن عددا منهن كانت منافساتها جريئة جدا يمكن البناء عليها لكن صحيح أيضا كما تقول المرأة نفسها إن عمل المرأة كان يبدأ متأخرا نسبيا في تقريم أنفسهن للمجتمع أو في اللحظات التي تسبك انتخابات الشورى بفترة قصيرة فيضيفون إن هذا النمط عليه أن يتغير بتكثيف المرأة لنشاطها بعيدا عن إرهاصات وانطباعات نتائج الفترات السابقة حتى وإن كانت خجولة وأضحت عضوات سابقات أن الأمر ليس حظا كما يروج البعض إنما هناك جملة من العوامل من بينها دعم المجتمع وضرورة أن تكون عضوية مجلس الشورى على رأس أولويات المرأة نفسها وقد شغلت العديد من المراكز القيادية المهمة في البلاد بينما تشير فعاليات المحلية إلى أن الفرص القادمة باتت جيدة نظرا للوعي المجتمعي الذي بات يؤكد على ضرورة مشاركة المرأة أكثر في المجال السياسي ويؤكدون على أن المجتمع داعم لها نعم داعم لها أرحب بضيفات البرنامج المكرم المهندس ناشئ بن سعود الخروصية عضوة مجلس الدولة الأستاذ ليلى بنت عوض النجار مستشارة الوزيرة بوزارة التربية والتعليم وينضم إلينا أيضا في هذه الحلقة سعادة نعمة بنت جميل البوسعيدية عضوة مجلس الشورى ومن محافظة مسندم الأستاذ مكية بنت حسن الكمزارية معلمة أولى لغة عربية بولاية خصب أرحب بضيفات العزيزات في هذه الحلقة من برنامج رؤية اقتصادية كما أرحبكم مشاهدين الكرام أينما كنتم عودوا إليكم بعد هذا الفاصل فأرجو أن تتفضلوا بالبقائم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدين الكرام أهلا بكم ثانية في رؤية اقتصادية وهذه الحلقة التي نخصصها للمرأة وتنسيق جهودها لانتخابات أعضاء مجلس الشورى القادمة الفترة التاسعة أبدأ من معك مهندسة ناشية أهلا بك في مستهل هذه الحلقة مع دخول انتخابات الشورى لفترتها التاسعة كيف يبدو الآن واليوم اهتمام المرأة بعضوية مجلس الشورى هناك اهتمام يعني من خلال تواصلي مع المرأة العمانية هناك فيه اهتمام لكن فيه خوف ما زال عندهم خوف حاجس نفسي حاجس نفسي أن ربما سأفشل كل ما قلهم حتى اللي فشل مو معناه فشلت ترجع ثاني وثالث ورابع إذا كانت بالفعل هي عندها الاهتمام في المشاركة السياسية نعم وتعتقدين أن هذا الهاجس غير مبرر غير مبرر جميل لأن لو هي صممت وبحيث أن هي تستطيع أن تتواصل مع المجتمع أو المجتمع المحلي هي ريحة تمثلها تمثل هذا المجتمع وتواصلها العميق معهم بإمكانها أن تفوس والفترات الماضية وجدنا هناك نساء أقدمنا على الترشح وهن خارج محافظة مسقط يعني على غير المعتاد فهناك فرصة وربما الهاجس المعنوي الذي تشيرين إليه الذي يذوب تلقائيا وشيئا فشيئا ومرحليا كيف عليها أن تبني من تجربتها الماضية في الفترات الماضية كانت هناك أكثر من عضوة في مجلس الشورى أيضا عملية الترشيح مؤشر المرشحات أخذ يتصاعد بين فترة وأخرى كيف عليها أن تبني ومن الآن على هذه التجربة أن تقيم لماذا هي في الفترة الماضية لم تفؤس تقيم أين الخطأ قد يكون منها قد يكون من المجتمع أن تحاول أن تحل هذا العائق بنفسها لا تنتظر المجتمع يأتوا لها لكن هي عليها أن تذهب إلى المجتمع طيب ما هي الأدوار برأيك مكرمة التي يجب أو الأدوار المضاعفة دعنا نقول والعمل المضاعف الذي يجب أن تبذله المرأة من الآن وحتى فتح باب الترشح بالنسبة للمرأة بالنسبة للمرأة أن تختارق المجتمع الذي هي هتمثلها وإلا المجتمع ما هيعرفوا إيش دورها رغم أنه ليس هناك حواجز أبدا مطلقا إنما ربما العامل النفسي هو الذي وضع هذه الحواجز بالنسبة للمرأة كجانب معنوي فقط حسب ما يقول كثيرون هو هكذا طيب المهندسة المرأة إذا أرادت أن تبني على القاعدة التي هيأتها لها النهضة المباركة في التمكين عملية التمكين اليوم نراها في مراكز قيادية متقدمة جدا من رئيسة وحدة فما دون ذلك صاحبة مؤسسة أيضا دكتورة وكثير حقيقة من الأماكن والمراكز القيادية والإدارية كيف يجب عليها أن تدفع نفسها بنفس هذا الاهتمام لكن نحو وجهة عضوية مجلس الشورى يعني يقال بعض العضوات السابقات تحدثنا بوضوح أن المرأة ليس عضوية مجلس الشورى ليس على رأس أولويات المرأة كيف عليها أن تغير هذه الصورة هي لو عندها الإمكانية لأن أقول صراحة كل النساء نفسهم اللي وصلوا في هذا المواقع أو المناصب هذه المناصب السياسية نفس الشيء وبالتالي عندهم الاهتمام بالسياسة هو سفيرة هذا أيضا جانب السياسي حتى لو تأخذ أنت في رئيسة مجلس إدار لشركة هذه السياسات وتمثل السلطنة في المخافل أيوة أو تأخذ رئيس التنفيذية لشركة كبيرة هذه كلها نفس الشيء لها علاقة بالسياسات الإقتصادية سواء كان الإقتصادية سواء كان الاجتماعية سواء كانت موارد البشرية لا كل هذه هي تستطيع ذلك لكن ما إيش اللي خليها أنها تتراجع أنا أقول اللي أنا في فكري وتقديري أن هي المرأة دائما تخاف من الفشل أو عدم الفوز دعنا نقول عدم الفوز ما هي تعتبرها فشل هي تعتبر المرأة تعتبر هذا فشل منها وهذا هو اللي يجب أن نغير هذه النظرة نعم عليها أن تقيم نفسها وتعيد مرة أخرى وتعمل محاولة أخرى في كل الدهل هكذا يعني اللي تدخل أو خاصة من النساء مش مرة الأولى مرة الثانية حتى الرجال نفس الشيء مرة الأولى والثانية وثالثة وحتى في الولاية الواحدة تجد هناك منافسة شديدة بين المرشحين يعني حتى المرشحين الرجال أستاذة ليلى كيف على المرأة أن تقشع هذا الحاجز حاجز الخوف الذي تشير إليه المهندسة ناشئة هناك عضوات سابقات كما قلنا تحدثنا بشيء من الوضوح أن من بين العوامل التي تعكس حضور المرأة الخجول هو أنها لا تهتم بعضوية مجلس الشورى كما تقول كما يشار كيف يمكن التقدم خطوة أكثر يعني جرعة في هذه المسألة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا بالنسبة لهذه المهمة أنا أعتقد أنها ليست بالمهمة السهلة وهي بحاجة إلى تضافر قهود ما بين عدة قهات حقيقة للمساندة في هذا القانب ودعم المرأة فيها بشكل أو بآخر عدة قهات في المجتمع تقصدي؟ طبعا أكيد أولا المرأة ذاتها خاصة أقول النساء من القيادات الآن اللي موجودة عندنا في مختلف القهات سواء كانوا في قطاع حكومي أو في قطاع خاص أو في إحدى مؤسسات المجتمع المدني في عناصر جدا بارزة ولديها العديد من القدرات والمهارات والمقومات التي تجعل حظها أوفر في الفترة القادمة من أخرى طبعا أكيد طبعا مثل هذه المرأة يفترض هي التي الآن يدفع بها المجتمع لابد أن هناك من يعمل على دفع هذه العناصر والتأثير عليها وإقناعها بعملية المنافسة وخوض هذه المهمة الهدف في قناعة كبيرة دائما المرأة حضورها في أي جهة في أي وحدة في أي مؤسسة تأتي بالتغيير تأتي بالجديد تأتي بما يدعم هذا المجتمع والمجتمع بحاجة بحاجة إلى تواجدها وإلى تعزيز هذه القدرات والإمكانيات من خلال أنه أيضا هناك تكون فيه برامج يفترض برامج تدريبية تأهيلية للتمكين القيادي للمرأة في عناصر قاهزة ولكن أحيانا تكون تفتقد لبعض المهارات بعض القدرات مثل مهارة التأثير تقصدين من مؤسسة مجلس الشورى نفسها ممكن تكون بهذا الدور أنا أقول شيء آخر يفترض هناك مؤسسات أخرى في المجتمع المدني لأن تكون معنية وخاصة جمعيات المرأة تكون معنية بهذا القانفة هي القمعيات هذه موجودة يفترض أن هذا الدور يختلف للأسف أننا ما زالت جمعياتنا تلعب دور تقليدي يفترض الآن أن تنتقل من هذا الدور إلى دور أوسع يتطلب المرحلة الحالية تغيير كامل الآن المرأة وهي موجودة تحتضنها جمعيات المرأة ما فقط المرأة التي تأخذ المهنة البسيطة أو أني أنا فقط أعلمها كيف ممكن هي تنمي قدرة معينة في بيتها أو في قهة عمل لا أنا أفترض جمعيات المرأة تحتضن المفهوم أكبر من ذلك أكبر وخاصة أن تاريخ نشوء هذه الجمعيات من العقد السبعيني صحيح وعليها أن تغير المفهوم العام لأدائها وعملها كانت هي فاعلة جدا في هذه المرحلة هل تعتقدين أنها لك الآن يفترض أن نغير يمكن أن يعني أن تحقق فرقا الجمعيات لو اشتغلت بمفهوم مختلف فيما يتعلق بتمكين المرأة في الوسط الاجتماعي أعتقد هي أكثر قهة الآن قربا من المرأة وأكثر قهة داعمة للمرأة حتى في المراحل الانتخابية الأخرى لأنه الآن أيضا مقار الذي أنشعت لي جمعيات المرأة كان فيه جزء كبير منها يدعم أنها فعلا المرأة تجد المكان المناسب لمخاطبة المجتمع للتواصل مع أفراد المجتمع حتى تكون مؤثرة بمجتمعها لكن هذا كان غير كافي هذه خطوة لكن يفترض الجمعيات أن تبني برامج ورؤية واضحة كيف ممكن أن تعد بعض عناصر المجتمع المؤهلة التي تمتلك مهارات قيادية وقدرة على التأثير وقدرة على التواصل وقدرة على أيضا مواكبة العصر والتطور وأيضا اكتساب المعرفة إنك تختار ترى عنصر سواء الرجل أو امرأة المهمة ليست سهلة لكن أستاذ ليلى مع الذكور حتى رجل يرشح نفسه عن ولايتي أقد هذا شخص غير مؤثر أنا ما راح انتخبه نعم وعلى المرأة أنتستهلف حتى عن الانتخاب إذا كان اللي يمثني إنسان أنا ما على قناعة أنه راح يكون شخص فاعل في هذا المجلس ورح يعمل فرق راح يساهم في بناء هذا المجتمع لذلك المرأة بنفس الوضع فإما أن تهيئ بشكل سليم أو أنها راح تكون معرضة للفشل نعم هذه جزئية لكن الجزئية الأخرى التي لابد لإشارة إليها أن المرأة ليست المشكلة في المرحلة الختامية وهي عملية التصويت إنما حتى في قلة عدد المترشحات لانتخابات مجلس الشورى اليوم الفترة الثامنة التي هي الآن في ختامها يعني فقط يوجد 21 مرشحة يعني على مستوى السلطنة إلى أي حد يصب ذلك ضمن القلق النفسي الذي تشير إليه المكرمة صحيح هي مثل ما ذكرت المكرمة قبل قليل الخوف والقلق النفسي اللي عند المرأة إنها راح تفشل ودائما كانت المرأة حريصة يعني شيء معروف عن المرأة العمانية إنها تبذل أقصى قهد وطاقة لها وأكثر إمكانية ودائما أثبتت إنها قادرة على أن تنجح لكن جزء كبير من الفئات التي كانت ترشح نفسها للأسف ما كانت مدعومة بشكل قيد الشيء الآخر ما كانت معروفة بشكل واضح أمام ممثليها اللي راح ينتقبوها شيء آخر ما كانت العنصر المقنع لكثير من أفراد المجتمع سواء كانوا ذكور أو إناث لا يمكن أن نحصر أن المرأة ممكن أن ترشحها المرأة لا بد أن تكون هذه المرأة مقنعة حتى للرجل داخل هذه الولاية أن تستهدف الناخب عموما رجلا أو مرأة لذلك هذه الفئات كانت مؤمنة أنها بتقربة أعتقد إحدى الفترات وصلوا إلى 77 امرأة نعم طبعا هذا العدد كان كبير جدا لكن للأسف أيضا كانت نتيجة غير مرضية ربما سنأتي على نقطة مهمة أن ما هي الحركة المطلوبة في المجتمع من قبل المرأة في المرحلة النهائية في أيام فترة التصويت التي تشتد فيها المنافسة وخاصة بعد فتح عملية الدعاية الانتخابية إنما نشرك ونأخذ رأي عضوة مجلس الشورى الحالية سعالة نعمة البوسعيدية ساعاتك مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الحمدين كثيرا طيبة مباركة مساء النور جميعا المكرمة والأخوات الحقيقة شرفت اليوم بهذا الاتصال الذي يأتي من أجل مشاركة أخت المرأة العنانية في انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة وترصيص مصحوم المواقنة المتساوية وغير منقوصة بين المرأة والرجل نعم طيب ساعاتك ما هي عوامل النجاح التي يجب على المرأة أن تشتغل عليها من الآن للفترة التاسعة الحقيقة في هناك عاملين ممكن أول شيء أولا العمل المخلص لأجل الوطن حيث أن المجلس صار يمارس دورا تشريعيا في السلطنة وليس مستصرا على خدمة الهلاية وحسب بل تعدى يشمي مراجعة مشروحات القوامين وأيضا مشروع الميزانية العاملة الدولة وغير ذلك التي تعرض عليه من قبل مجلس الوزراء المقر وأيضا ثانيا على المرأة أن تتحل بثقة أكبر بأن تدرك حجم تقوقها الممنوحة من قبل جلالة السلطان حفظه الله ورعاه وأن تؤمن بقدراتها وبأنها شريكة مع الرجل في بناء الوطن وخدمته ودورها ليس مقتصرا على الوظائف الخدمية فقط بل تتعدى لتصل الأدوار قياديا في المرأة العمانية نجدها اليوم وزيرة وسفيرة وأبوة في مجلس الشورى ومجلس الدولة وأيضا في مجلس البلدي لكن ساعاتك من خلال تجربتك وأنت عضوة في مجلس الشورى لفترتين متتاليتين وفي ولاية كبيرة مثل ولاية الصيب ما المنهجية التي ينبغي أن تتبعها المرأة للحصول على الدعم اللازم إلى المجتمع قبل الانتخابات وأثناء الانتخابات أيضا الحقيقة هناك وعي متزايد في كل دورة من دورات المجلس فعداد المترشحات في تزايد مستمر في كل دورة وهذا مرقعه للجانب التعليمي الذي يساعد بطموحات الكثيرات من بنات السلطن الوصول لعضوية مجلس الشورى والأرقام خير دليل على ذلك حيث أنه في كل دورة هناك عداد أكبر تدخل في السباق الانتخابي وهنا كلمة لكلمة للمرأة لكل الولايات لكن الفترة الثامنة ساعاتك نعم الفترة الثامنة قلت عدد المترشحات في الانتخابات الانتخابات في الفترة الثامنة وهذا يعني ربما يعني كما يرى كثير من المهتمين أحرج المرأة كمستوى عام المرأة الآن تحقق مستويات ومراكز قيادية مهمة وهي ممكنة يعني في تجربة يعني رائدة في السلطنة على المستوى العالمي في الواقع بالنسبة للمرأة كتمكين نعم يعني وممكن قلة عدد المرترشحات هل يعود إلى موضوع العامل النفسي أيضا الذي يجب أن لا يكون هو فيها أدت حوامل ويجب أن تحمل المرأة كسب الدعم الانتخاب للمجتمع ولا بد أن تكون قريبة من المجتمع ومعايشة هموم المواطن وحاجاته وتطلعاته في جميع الجهات التي تكون بخدمتها منها أن تستطيع المرأة أن تتفق بالمرأة في العمل التشريعي والرقابي وتحصل على ثقته بذلك وذلك الإطلاع على حاجات الوطن وتطلعاته حيث أنه أيضا تكون قريبة من المجتمع طيب الآن نعم يعني دائما في مفهوم الانتخابات وخاصة المرتبطة بالشورى دائما المواطنون الذين ينوون الترشح يرون الوقت ضيقا كيف تقدمين للنساء التي ينوين الترشح الآن في انتخابات الفترة التاسعة تجربتك على مدى فترتين متتاليتين ماذا عملت حتى تأهلت للعضوية الحقيقة أول شيء برنامج الانتخاب يجب أن يكون هناك على مراحل البرنامج الانتخاب يجب أن يكون على عدة مراحل وبالعكس الحقيقة الفترة الثامنة وسوى جميع الفترات المدة طويلة لكن تحتاج المترشحة إلى دورات تدريبية مكثفة ووقت الدورة التدريبية التي تقدم للمترشحات قصيرة جدا من يكون بهذه الدورات تعتقلين مجلس الشورى مثلا كدور من أدوارك تتبنى وزارة الاجتماعية وطبعا تنطلق منه من خلال الجمعيات المرأة العمانية نعم دائما يعني كما يقول المراقبون يفترض أن تجري المرأة تقييما لما قامت به من أدوار بين فترة وأخرى هل تعتقدين أن المرأة قامت بهذه المراجعة الكافية منذ إعلان نتائج انتخابات الفترة الثامنة التي أوشكت على الانتهاء وحتى الآن لتغيير الصورة عن قدراتها مستوياتها العالية جدا لتظهرها في الانتخابات المقبلة هل قامت بهذه المراجعة حسب المترجحة بعض منهم قامت بمراجعات وبعض منهم اكتفت أن خلاص خاضت مرحلة مثلا عسابي المثال الثامنة ويمكن مثلا ما تحضل في المكرمة هو الخوف من عدم الخوف عدم الخوف يعني ما زلت أنت تميرين إلى موضوع الهاجس النفسي الذي يجب أن تتجاوزه المرأة أيضا أيضا لا بدنا قناعة بعض من أفراد المجتمع نصيرين المرأة وبالعكس الرجل أيضا يرشح المرأة ونلامس هذا في بعض من خلال تجربتي الفترتين أيضا المرأة رشحتني والرجل رشحني يعني الأصوات متوزعة بين الرجال والنساء الحمد لله إذن استهدفت أصوات الناخبين سواء رجالا ونساء أو نساء نعم 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 كيف يمكن أن نتحدث كآخر محور معك سعاتك عن جاهزية المرأة أو حركة المرأة التي ترصدينها حتى الآن في مختلف المحافظات حتى نجري توقعات أولية لشكل الحظوظ المتوقعة للمرأة خلال الفترة التاسعة وعليها أن تشتغل عليها من الآن باختصار لو تكرمت الحقيقة المرأة متحركة وفيه هاجز أنه هناك عدد من المترشحات متقدمات لكن لم تظهر الرؤية إلا بعد ما يتم فتح باب تسجيل المترشح نعم شكرا لك سعاتك على هذه المداخلة شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق أيضا نأخذ رأي آخر نتحول إلى الأستاذة مكية الكمزارية أستاذة مكية حركة المرأة في الوسط الاجتماعي هل هي حال مستمرة أم بقيت ظرفية وبالتالي الجهد الكبير الذي ينبغي بذله منها غير كاف أو غير كاف بهذا المعيار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أستاذ عبد الله والضيفات الأكارم تحية لكم من محافظة مسندم الحراك الاجتماعي بالنسبة للمرأة ودورها في الحركة البرلمانية الحالية يبدو أنه لا زال متواضعا أمام الجهود الجبارة التي تبذل من أجلها من أجل تمكينها الحراك الاجتماعي لا زال ذلك الذي البسيط من الأمل الذي يعني يخبو ويخفت على حياء لابد من حراك أكبر من هذا لابد من إلقاء الضوء على مزيد من القيادات النسائية الموجودة في بلادنا الحبيبة تكون مكافئة لكل الجهود المغسرة والمسخرة لهذه المرأة حتى تكون تحت القمم البرلمانية حتى تكون ممكنة من القرار السياسي الذي يمثل النخبة النسائية الموجودة في السلطنة الحراك الاجتماعي كما تقول أستاذي لا زال يعني مثل الشمعة تخفت وتخبو ونحن الأمل يحدون أن يكون هذا الحراك سيبذل على مسارات أقوى وقيادات أعلى وأيضا سيعلو صوته شيئا فشيئا نعم نقصد أستاذ مكية ومسألة زيادة وعي للمرأة عفوا للمقاطعة نقصد حركة المرأة نفسها داخل المجتمع هل ترصدين أنها بدأت من الآن لتتحضر للفترة التاسعة أم أنها ما زالت سأقول لك أستاذي للأسف ربما كالعادة سوف ننتظر إلى قبيل بدء العملية الانتخابية حتى نرى مزيدا من الضوء هل تعتقدين سيكوني أن أقول لك إلى الآن الحراك ليس هو بالمستوى المطلوب هل تعتقدين أن هذه المسألة تعتبر تحديا أساسيا لدى المرأة المرشحة نعم نعم أستاذي سؤالك جوهري والملاحظة جوهرية هنا الحراك لا بد أن يبدأ يعني طوال السنة الانتخابية وليس الانتظار قبيل هذه الفترة حتى تثبت المرأة ذاتها لأن المرأة حتى تثبت إخلاصها حتى تثبت إلمامها حتى تثبت قدراتها السياسية وأيضا إمكانياتها في البوابة التبكين السياسي لا تحتاج إلى شهر وشهرين هي تحتاج إلى فترة طويلة حتى تثبت تمكنها وتثبت قيادتها وتثبت أيضا كفاءتها لأخوها الرجل حتى يكون أيضا جنبا إلى جنب من الأناس الذين سوف يدعمون هذه القيادة النسائية البرلمانية لكن إذا ظلمت نفسها وانتظرت حتى الوقت الذي فقط فيه الفترة البرلمانية والانتخابات هنا فيه يعني إنقاص كبير لإمكانات هي تستطيع المرأة أصلا هي من مقوماتها وموجودة لديها لكن من باب إنقاص لهذه المقومات أن تنتظر هذه الفترة فلكن الأمل يحدون والوقت موجود ولطالما كانت النية موجودة والإخلاص للعمل السياسي في ظل هذا البلد موجود سوف يمكنها الله سبحانه وتعالى بأكثر من هذه ويبارك في قدراتها الموجودة لها الآن يعني وإن كنا الآن نتكلم في فترة نقول لها وندعوها أن أيادنا ممدودة لها لا زالت الفترة ممدودة ولا زالت كل الأياد تنتظر بشغف أن يزيد هذا الرقم الذي ذكرت حضرتك 21 قد يصعد وهناك مرات صعدت فيها بمعنى أنه قراءتها للواقع السياسي بدأت تتغير إذن هذه دعوة لها لتمكين هذه القدرات لتسخير قدراتها لتمكين قدرات المجتمع لتحرك مجتمعها لتسعى بها نحو مجتمع أفضل نحو قرار سياسي أفضل هي ممكنة لها جهود تدعمها حكومة نعم هل بدأت المرأة الاهتمام بعضوية مجلس الشورى وبالتالي عليها أن تستعد لما وراء هذه المنافسة نعم أستاذي هي واعية تماما لدورها السياسي وواعية تماما لنظيراتها في كل دول العالم ومنطلقة من دولتها هي ترى مثال حي للوزيرة مثال حي للسفيرة مثال حي لأي وكيلة مثال حي لأي قرار سياسي من مثيلاتها هذه دعوة خاصة لذات القدرات السياسية أن تشتغل أن تعمل بجهد وإخلاص أن تعمل ضمن خطة منظمة أن لا تدع مجال للحظ أن يمكنها ويوصلها إلى موقع القرار السياسي الأمر الآن ليس مناطا إلى الحظ وأيضا ليس مناطا بالعرف والعادل والاجتماع والعادات والتقاليد نحن في مجتمعنا العماني الحمد لله المرأة جنبا إلى جنب مع الرجل في كل مكان فقط يعني لم يتبقى لنا إلى الباب السياسي وهو ينتظر منها الكثير هو ينتظر منها دفعة هي تؤمن بقدراتها تكون صادقة بالمقوماتها هي ملمة بكل الجهود التي تدفعها لهذه الناحية سوف تمكنها وسوف تحقق الكثير هي في كل الجوانب شاءت أم أبت هي دافعة للعملية الانتخابية أبناءها من ينتخبون نعم باختصار لو تكرمت أستاذا فبالتالي هي ملمة كثير بهذه الجوانب باختصار لو تكرمت كيف تنقلين لنا تجربة المرأة العمانية في محافظة مسندم كمرشحة لو تكرمت باختصار أستاذي ذكرت أنها تجربة هي تجربة إن شاء الله ستكون أكثر نجاحا في الفترات القادمة نحن على مشارف نهايات الفترة الثامنة وبدايات الفترة التاسعة لكن الأمر يحتاج إلى إثبات ذات أكثر من المرأة في محافظة مسندم في القيادات البرلمانية يحتاج منها إلى دفع إلى رسم خارطة طريق عملية لتكون المرأة ندا للرجل لتنتظر المرأة هنا أن يكون ليس فقط من يرشحها أمرأة بل الرجل أيضا ينتظر أن تكون أيضا أخته هي التي سوف تصعد أن تكون صادقة في نيتها أن تكون نعم سنعود إليك أستاذ مكي نرجو أن تبقى إيمانا مهندسة ناشئة واضح أن على المرأة أن تنسك جهودها لعمل مراجعة منهجية لأدوارها في مجلس الشورى يعني بعد أن كانت عضوتين تراجعت إلى عضوة واحدة واستمرت يعني فترتين عضوة واحدة الآن المرأة ذكرت الأستاذة مكية بأن على المرأة القيادية أن تقوم بأدوار مختلفة ونوعية لدعم ومساندة المرأة فيما يتعلق بحضورها القادم في الفترة التاسعة انتخابات أعظام جس الشورى تعني من هي المرأة القيادية؟ المرأة القيادية موجودة نعم يعني كيف وصلت إلى المناصب القيادية؟ أدوارها التوعوية تقصد عليها أن تضاعف من أدوارها التوعوية حتى تدفع بالمرأة إلى التنثيل الشورى نحن دائما نتحدث عن المرأة عليها ندربها عليها كذا وعليها كذا لماذا الرجل محتاج للتدريب؟ عشان يوصل؟ لا لأن الرجل الذي رشح نفسه هو أصلا يتحرك أكثر قدراته متحرك نفس الشيء المرأة التي سترشح نفسها من المفترض أنها عندها القدرات عندها قدرات لوضع خطتها للطريق التي ستوصل إلى المجتمع الضغط الاجتماعي برأيك الضغط الاجتماعي هل يشكل تحدي أمام المرأة المترشحة؟ وكيف عليها أن تشتغل على هذا المسار كي تسد هذا الفراغ؟ ليست في كل الولايات جميل في بعض الولايات نعم لكن ليس في جميع الولايات يعني أنا سمعت قريبا واحد منهم يقول يقول لي إحنا ولايتنا صراحة ما نريد المرأة ولا هنرشح المرأة ولا هننتخب المرأة ليش؟ ما عندنا رجال فالفكرة هذه ثقافة المجتمع يجب أن يتغير ثقافة تتغير من القاعدة لكن ليست قاعدة هذه ليست قاعدة لا من القاعدة المجتمعية من تحت القاعدة المجتمعية كيف تسد هذه الفجوة المرأة الآن؟ كيف عليها أن تعمل لإثبات نفسها؟ التي عليها أن تثبت تثبت لمجتمعها قدراتها على العامل للتغيير العامل لأن هل قادرة برأيك؟ قادرة اجتماعيا؟ قادرة نعم وإلا كيف وصلت المناصب القيادية؟ جميل يعني الاثنين يجب أن نربطها ببعض واليوم عندما نعمل رصد عام للمستوى التحصيلي للمرأة في الجامعات والكليات سواء داخل السلطنة أو خارجها نجد أن المرأة متفوقة كثيراً في تحصيلها العلمية وأحياناً تنافس الرجل بمراحل فبالتالي عليها أن توظف هذه الإمكانات وتوظف هذه الإجادة وهذا التمييز لتترجمه في عضوية مجلس الشورى بالضبط طيب مهندسة كثير من الفعاليات ينبهون المرأة الآن إلى أن عليها أن لا تستسلم لإرحاصات نتائج الفترات الانتخابية الماضية أيضاً نعود للعامل النفسي ما زال ربما النتائج الفترات الانتخابية انتخابة مجلس الشورى الماضية التي لم تحقق فيها المرأة مكاسب نوعية كعضوة في مجلس الشورى عليها أن لا تستسلم لإرحاصات هذه النتائج كيف يمكن أن تتخطاها برأيك؟ عليها أن تقيم أن لا تستسلم لها لنتائج الخجولة عدم الاستسلام معناها إعادة التقييم والمراجعة لماذا تتأخر المرأة في هذه المراجعة؟ برأيك أليس كان على المرأة أن تبدأ منذ إعلان نتائج انتخابات الفترة الثامنة كي تحضر نفسها للفترة التاسعة؟ إلا عندها الاهتمام بالفعل إلا عندها الجدية هي التي تبدأ تخطط للأربع سنوات هذه تحضر نفسها للدورة القادمة ذكرت عضوة مقدس الشورى الآن أن المرأة تنتبه في اللحظات الأقيرة لا هذا ما صح عليها أن تغير تغير النمط النمط هذه عليها أن تغير نعم أستاذ ليلة لديك تجربة جريئة حقيقة في محافظة ضفار للترشيح لكن قمت بالانسحاب لاحقا ما علاقة ذلك بالهاجس النفسي الذي نذكره في سياك هذه الحلقة؟ هو حقيقة ما له علاقة بالهاجس النفسي هو يمكن كانت قناعة ذاتية أنه الآلية التي كانت متبعة هي عملية اختيار كفاءة وكان هناك عدد كبير من المترشحين عن ولاية صلالة يمكن عددهم يوصل 11 وكان في عملية مراحل يمر فيها كل المرشحين ويخضعوا لمعاهير اختيار بدءا من سيرتهم الذاتية إلى برنامجهم الانتخابي إلى إمكانياتهم إلى قدراتهم وطبعا بيخضع كل هذه المجموعة إلى عملية الاختيار من نخب أيضا من أبناء الولاية هم لقنا متخصصة تتكون من 40 شخص هو يقوم بالحضور ومشاهدة كل المترشحين وضرامجهم الانتخابية فالعملية طويلة حقيقة أنا أختصرها أن هذه التقربة حقيقة كان المترشحين عندما استعرضوا أيضا في اجتماع مصغر أفكارهم المدئية حول هذه التقربة ويأتي في سياك الانتخاب أيضا صحيح لا يتعارض عليه أن لا يتعارض لا طبعا ما فيها تعارض هو فقط شروط الانتخابية لا طبعا هي الناس تكون هذه الفئة مقبولة أصلا ترشحها يعني هي مكتازة كل الشرطات هل كنت المرأة الوحيدة المترشحة؟ نعم في هذه الفترة ما كان فيه طبعا هي كانت أنا أقول بالنسبة لي كانت تقربة جدا رائعة ولكن أيضا وقت منه كان أو أعتبره أكثر قاهزية مني في عملية تمثيل للولاية لذلك أنا انسحبت في فترة قبل فيها فترة الانسحاء بات عمليا عن قناعة وليس عن ضغط مجتمع أو ليس من خوف من فشل أو عن قناعة مثلا عدم دعم المجتمع أو الأسرة أو ضغط اجتماعي ولكن كان أيضا شعور بأني ما زلت بحاجة إلى أن أكون أكثر قاهزية ليكون أكثر فاعلية لتحمل هذه المسؤولية لأنها ليست بالمهمة السهلة فأن تكون المرأة أيضا في مجلس الشورى أمر ليس بالأمر الهيل ولا عملية التمثيل إذا أردت أن تكون أيضا ضمن هذا المجلس لابد أن تكون عنصر فاعل فإن لم يكن لك أثر لخدمة المجتمع فالأفضل أن تترك المقال لمن هو أقدر منك بالمكان نعم في سياك هذا الأسلوب الذي تذكرين أستاذ ليلى وهو فرز الكفاءات الذي يقوم به المجتمع في محافظة الضفار هل تشعرين من خلال تجربتك الماضية بأن هذا الفرز قد يأتي بمرأة خلال الفترة القادمة أنا ما عندي شك حقيقة إذا كانت من فعل المجتمع هناك بمرأة لليكم كفاءات قيادية أكبر دليل أنا خط التجربة كان في قناعة كاملة أن تكون الولاية بالكامل هي داعمة يعني لو لا انسحاب أيضا هناك منافسين صحيح أنه ثلاث أربع منافسين بيبقوا للمرحلة الأخيرة وهناك طبعا بيتم اختيار آخر مرشحين بيكون في مرشح ثالث احتياط في حالة أيضا أنه صار لضرف قبل الانتخابات لا قدر الله لأي سبب هناك أيضا ممكن أن يدخل للمنافسة ويكون هناك دعم كامل من المجتمع فطبعا المجتمع يعتبر تقربة كامل كتقربة اختيار للمرشح كما هي الآن تقام ولكن بشكل مصاغر على مستوى الولاية لذلك هي تفرز من يمثل ولاية صلالة بعيد عن أي مغريات أخرى أو مؤثرات خارجية أو تحديات أخرى هناك قناعة الآن من كل المجتمع أنه فعلا من يمثلنا هم المرشحين اللي تم اختيارهم باختيار نهاية أو وصلوا إلى المرحلة النهاية لكن هل يدفع المجتمع بكفاءات نسائية مثلا هل يدفع المجتمع بكفاءات نسائية طبعا يعني بدليل أنه دفع بمترشحة سابقا لو لا انسحابها كان ممكن فيه وضع مختلف نحن نتكلم عنه فمعناها أن التقربة ناجحة ما فيها خلاف وما في تمييز هنا كان في قناعة عنها لا رجل ولكن كان مفترض هو من يترشح هو الأكفاء لذلك نقول للمرأة دائما إذا أرادت أن يكون هناك من يدعمها ويدفع بها لتمثيله في هذه الولاية لابد أن تكون من لها حضور من لها تأثير من لها قدرة على أن تكون مقنعة لكل أفراد المجتمع وليس لشريحة معينة ولا لفئة معينة أن ظلت في إطار محدود من المؤكد راح تكون هذه النتيجة هي الفترة وخاصة أن مجلس الشورى اليوم توسعت اختصاصاتي سواء تشريعية أو رقابية طيب أستاذة ليلى يعني بعدما قررت خوض تجربة الترشح في انتخابات الفترة الثامنة ما التمهيد الذي كنت به في الوسط الاجتماعي ما هو التمهيد كيف بأتي أفهم يعني عملية التمهيد لمثلا تقربتي أنا لو كنت أخوض هذه التقربة نعم عندما كررت أن تترشحي بطبيعة الحال كنت بتمهيد قبل ذلك ما هو التمهيد طبعا هو يمكن قزئية معينة المترشحة هذه أيضا لما لو مرت لابد أنه راح يكون فيه هناك طبعا فيه لقنة مختصة فيه برنامج فيه توعية لكن هو القيد شيء واحد أنه هذا أو هذه الشخصية اللي كانت راح تمثل تقريبا يمكن كل بيت يقول هي حاضرة فيه يعني معروفة كونها ليست فقط كامرأة ولكن كانت أيضا في مقال التربية والتعليم تقنع المجتمع تصدق يمكن هي كان لها خبرات سابقة تقارب سابقة لذلك كان المجتمع يعرف من هي فهي القاعدة وهذه نقطة مهمة نقطة مهمة أي وكنت في تخوف المجتمع عليها أن يدرك من هي من هو المرشحة أو المترشحة أنا في كانت في هذه الفترة كنت الناس تسمع لما قابل أشخاص رجال ونساء أنه سمعنا أنك مترشحة يعني مثلا يقولهم نعم يقولوا والله إحنا معاك يعني هي يعني كأنه يصرح الآن هو يعطيك إذن بناء على هذه النقطة قبل أنت ما أصلا يعني تكون فعلا مرشح ثابت جميل جدا بناء على هذه النقطة إذن تجدين أن المرأة لديها فرص كثيرة للوصول متى ما قررت الوصول أكيد لكن شيء واحد أنا أقول مش كل امرأة قادرة أن تصل نعم طبيعي إحنا دائما ليش نقول الجمعيات الآن لابد أن تأخذ دور حقيقي لأنها المرأة بيحتاج محتاجة أن يكون في رؤية واضحة أنها مثل هذه العناصر أولا أنها نقنعها أنها فعلا تدخل هذه التقربة نكسر هذا الحاجز النفسي الشيء الآخر هي كامرأة لابد يكون عندها رؤية بالضطية لما رح تدخل مجلس الشورى هي حملتها الانتخابية برنامجها نفسه من رح يكون معها من رح يديرها من الأفراد اللي رح تستعين فيهم لو ذكرت أنها رح تستعين بكلهم اللي دير لها الحملة سيدات فهي رح تفشل أنا أقول أيضا لو أرادت من يدير لها الحملة يفترض أن يدير هذه الحملة مختلف في فئات المجتمع من كبار أو صغار رجال أو نساء ومن ترا فيهم أشخاص مؤثرين يستطيعون إيصال فعلا هذه المرأة ما هو التغيير اللي ممكن تعملوا في هذا الشيء الآخر نقطة أساسية مجلس الشورى يركز بشكل رئيسي على قانب تشريعي ورقابي فإن لم تكون هذه المرأة أيضا ملمة بقوانيننا بأنظمتنا بكل أجهزة الرقابة الموجودة بكل الأنظمة الإدارية يعني هناك كم كبير من المعرفة لابد أن تكون حاضرة عند هذه المرأة حتى تكون حقيقة مقنعة بالضبط أنا رح يكون برنامج الانتخاب رؤيتي مجتمع مستقبلا ما هي الأوضاع الحالية بأنظمتنا وبتشريعاتنا اللي أرى الآن أصبحت غير ملائمة للمستقبل لذلك رح نعمل عليها من الآن إنه قاوزها رح تحقق لنا مستقبل أفضل تنمية أفضل إذن في جملة أستاذة ليلى تعتقدين أن المرأة بحاجة إلى مزيد من التدريب والتأهيل في عملية المنافسة الانتخابية أكيد أنا ما أشك في هذا شيء لازم يكون في برنامج وبرنامج واضح ومدروس ومهيئة أيضا ذكرت ساعدتها وزارة التنمية الاجتماعية ربما البعض يذكر مجلس الشورى أنا ذكرت جمعيات المرأة وطبعا هذه جمعيات المرأة تتبع وزارة التنمية يمكن هي القيهة الأقرب دائما كانت تحتضن المرأة وما زالت وفي قهود كبيرة تبذلها طبعا وزارة التنمية مشكورة إلى قانب القيهات الأخرى لكن نقول الإعلام له دور رئيسي التواصل الاجتماعي الحديثة من المرأة الآن يفترض أنها تكون هي مسوقة لذاتها لقدراتها لإمكانياتها حتى يعرفها المجتمع الشيء الآخر أن تكون عنصر فعلا قادر أن يقنع الآخر بأنه سيعمل فرق سيعمل شيء جديد سيضيف شيء لهذا المجتمع يعني أنا مثلا فكرة انسحابي كانت عن قناع أن الشخص الآخر الذي سأدعمه أيضا وأنا أعطيته الصوت أيضا هذا الشخص هو أفضل مني لأنها كانت المرحلة تتطلب وجود شخص بمقومات معينة بإمكانيات معينة بقدرات معينة والدولة داخلة في مرحلة أزمة اقتصادية ما الأدوار المتوقعة ولذلك كان الاختيار لهذا المرشح نعم ما الأدوار المتوقعة من النساء القياديات من أمثالك يعني للدفع بالمرأة إلى الترشح خلال الفترة القادمة هناك أدوار ذكرتها سعادة العضوة عليها المرأة القيادية اليوم عليها أن تدفع بمزيد من المترشحات للفترة القادمة كقرار ترشح ماذا تعتقدين الدور الذي يجب أن يتشكل من الآن هو حقيقة يفترض أن يكون هناك دعم متواصل من كل من يحيط بهذه المرأة التي نرى فيها القدرة أن تكون ممثلة تحفيزها على الأقل أن تبادر مبدئيا ويفترض هذا يكون من فترة سابقة وأن يكون هناك برنامج فعلا مساند أن تقف معها القيهات المختلفة أنا أقول ليست القيهات العكومية طبعا هذا يقالف إقراءات الانتخاب وغيرها من الإقراءات طبعا المترشحة هي يفترض يكون عندها برنامج والعضوات السابقات تحدثنا بوضوح وتحث المرأة بأنها تركز على حسم المرحلة الأخيرة من عملية التصويت وهي الأهم يعني الشهور التي تسبق عملية التصويت ربما العصاب تكون فيها هادئة إلى نسبيا لكن ربما مرحلة الحسم بعدما يبدأ فتح الدعاية الانتخابية ربما تكون المنافسة الشديدة الأستاذة مكية على نفس النسق البعض يذكر أن المرأة تشتغل على نفسها طوال الشهور التي تسبق الانتخابات وهناك أمثلة حقيقة لكن بسبب قوة المنافسة لا تتمكن من حسم المرحلة الأخيرة أستاذي عندما أتحدث عن التمكين السياسي فأنا أدعي العاطفة يعني إلى جانب لأن أنا أريد أن أكون ندا وشريكا أيضا لهذا الرجل فإذا وضعت هذه العاطفة معناته أنا سأتخلى عن الهاجس النفسي الذي ربما أثر على كثير من القرارات النسائية في الوصول إلى القبة البرلمانية هذا رقم واحد الرقم الثاني عندما أحشد كل طاقاتي وكل ما أتيت من مقومات تمكنني من الوصول فأنا أيضا ساهمت بنفسي المرأة التي لا تستطيع أن تقنع المجتمع بجدارتها وحقيتها وأيضا نديتها لأخيها الرجل يعني كيف لها أن يثق المجتمع أنه سيكون لها صوتا تحت القمة البرلمانية جريمة كبيرة أن تكون المرأة لديها مقومات سياسية لكنها تراقب بسلبية المشهد السياسي الحاصل الآن ولا تحفز من نفسها ولا تتحرك إلا قبيل البدء العملية بأيام ربما بأسابيع أو أشهر جريمة أخرى أن تظلم وتمحق حق هذه الجهود التي مكنتها سياسيا وصلتها إلى كثير من المراحل وأن تشاهد كل هذا بسلبية ثم تقول لقد فشلت أو أخفقت أو أخفقت يعني الترشح للوصول أو محاولة الوصول إلى القبة البرلمانية استعمال الأدوات البرلمانية طريق ليس محفوفا بالورود كونها أنها فشلت في مرة أو في مرحلة من المراحل هذا جزء من خطتها القادمة إذا عندها إيمان صادق بمقوماتها وقدرتها سوف تصل بإذن الله سوف تقنع المجتمع أنا أكلمك من محافظة مسند وأولاقي كثير من الدعم المجتمعي في هذا المجال دعم منطوق لكن إذا استثمر هذا المجهود إذا كان هناك ثمة خطة واضحة سوف تظهر قيادات نسائية عظيمة لكن الخطة لا بد أن تكون ناجحة الخطة لازم أن تنبع من القيادة النسائية نفسها بذات نفسها أن لا تنتظر أصوات الناخبين فقط وتكون هي محور عمليتها أن تكون ملمة بالعملية الانتخابية ككل من الأدوات التشريعية والرقابية بمدى فعلية دورها تحت القبة المهم ليس الوصول لكن المهم هو صنع على مفارقة ليس لمجتمعها فقط هناك سوف تصنع على مفارقة لعمان بأسرها فخطر كبير أن تمطل المرأة حق كل هذه الجهود وتركز على مرحلة صغيرة قبل الانتخابات ثم تقول قد أخفقت وقد فشلت ثم تمتنعت تماما عن المشاركة الثانية أو اللاحقة نعم لكن هناك حقيقة أجواء من التفاؤل تسود الآن أوساط المجتمع النسائي فرص فوز المرأة بمقاعد جديدة في الفترة القادمة يتوقع أن يكون أكثر حظا من خلال الوعي الذي تشيرين إليه الأستاذة مكية هناك وعي في المجتمع بضرورة أن تكون المرأة أكثر حضورا في مجلس الشورى خلال الفترة القادمة وخاصة استنادا إلى تجربة تسع فترات انتخابية يعني نضج تراكمي شكلت فيه المرأة رقما مهما في العملية الانتخابية على امتداد الفترات الماضية نحن دائما متفائلون أستاذي عبدالله يعني تحت الجهود الحكومية المبذولة وتحت أجنحة مولاي صاحب الجلالة وكل ما سخره لهذه المرأة نحن دائما نكون متفائلون لكن نحن لا نريد أن نتأخر أكثر من هكذا أستاذي عبدالله نحن الآن على مشارف الفترة التاسعة نحن ننتظر أرقاما أخرى يعني تكاف لا أقول الإحباط ولكن أيضا تحسينا لهذا المشهد مرأة عمانية فارغة وتستطيع إن شاء الله ستستطيع ونحن نازلنا متفائلين نعم ليس هناك إحباط إنما تريدين أو يراد الآن أن ترى نتائج عملية لكل هذه الممكنات والمقومات التي تتسم بها المرأة العمانية العظيمة سواء تاريخيا أو العظيمة في كنف النهضة المباركة بقيادة مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله وأبقى شكرا لك مشاهدين الكرام في نهاية هذه الحلقة نشكر ضيوفنا المكرم المهندس ناشئة بنت سعود الخروصية عضوة مجلس الدولة والأستاذ ليلى بنت أحمد النجار مستشارة الوزيرة بوزارة التربية والتعليم وكانت معنا سعارة نعمة بنت جميل بوسعيدية عضوة مجلس الشورى ومن ولاية خصب بمحافظة مسندم الأستاذ مكية بنت حسن الكامزارية معلمة أولى لغة عربية بولاية خصب نشكر الأخوات الضيفات في هذه الحلقة كما نشكركم مشاهدين الكرام أينما كنتم على لطيف متابعتكم دمتم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة